بعث رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي ببرقية تهنيئة لرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة حلول ذكر عيد الشرطة المجيد والذكرى الحادية عشر للثورة الخامس والعشرين من يناير وفي برقياته أعرب رئيس مجلس النواب باسمه وباسم عضاء المجلس عن خالص التهاني بمناسبة ذكر عيد الشرطة الذي يتزامن مع ذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير مشيرين إلى تذكر شهداء الشرطة الأبرار الذين رووا بدمائهم الذكية تربى مصر الطاهر والذين يتواصل عطاؤهم ولم يبخلوا بأرواحهم الطاهرة فداء للوطن كما أكد رئيس مجلس النواب أن رئيس السيسي وقف مع الشعب في فترة ولت نزل فيها الجهل وكثر فيها الهرج وصد عنه مطالع الفتن وأدرك بحسه الوطني منذ أن تولى قيادة مصر أن خطابه يجب أن يكون لشعب مصر وأن قراره يجب أن يقاس بمصلحة مصر فأعطى جهده لإعادة بناء الوطن كما بعث رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي ببرقية تهنئة إلى وزير الداخلية محمود توفيق بمناسبة لاحتفال بعيد الشرطة متقدما بخالص التهنئة القلبية بهذه الذكرى الوطنية التي نتذكر فيها رجالا صدقوا معهد الله عليها فدفعوا أرواحهم ثمن غاليا فداء للوطن وحماية لترابه المقدس